خلينا وإحنا بنتكلم في حلقتنا النهاردة وبالتأكيد لازم نتكلم على المشهد الدامي للأسف الشديد أو المأساة الإنسانية زي ما وصفها فخامة الرئيس واللي بيعاني منها الشعب الفلسطيني لازم نرجع يوم لورا اليوم اللي هو يوم مبرح تحديدا وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوت لصالح مشروع الإماراتي المتعلق بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة طيب موقف 143 دولة اللي وفقه بالتأكيد مفهوم جدا ومقدر جدا ورائع جدا وده لا يستحق أنه إحنا هننقشه لأنه في النهاية هو موقف مفهوم ورائع وعظيم بالمناسبة بل وأقدر أقول لك كمان أن موقف تاريخي لـ 143 دولة لكن مواقف الدول اللي رفضت والدول اللي امتنعت عن التصويت هي اللي مواقف الحقيقة تستوجب المزيد من النقاش والتحليل ولازم تاخد يمكن ما بين قسين ساقي لين وتحط الجملة اللي هنقولها وتحتها مليون خط هي موقف شديد التعنت إن لم يكن موقفا مساندا لإسرائيل في هذا التصويت ليه بقى؟ ده موقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة تم صياغته بجمل الحقيقة هي زي ما هتدحكك زي ما تدعو للحزن زي ما المفترض أنها تدعو لخجل الولايات المتحدة خجل البيت الأبيض من هذه التصرحات وهذه الجمل الأمريكان قالوا إيه بقى؟ قال لك حاجة غريبة قوي قال لك إحنا لا نرى أنه التصويت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة له أي معنى لأنه بمنتهى البساطة لما هيتعرض المشروع تاني والقرار تاني على مجلس الأمن هنرفضه زي ما رفضنا قبل كده إحنا هنا بنتكلم على تبجح سياسي يعني لما حد يقول كده ده اسمه التبجح السياسي اللي هو لما هتجبولنا المشروع وأنا عندي أغلبية من الأمم المتحدة أو من الجماعية العامة 143 دولة بيقول أيوان وافق بس لما هيجلنا في المجلس الأمن هنرفض تاني طب هترفض تاني ليه مولانا؟ قال لك هرفض لأنه الحقيقة مش ده القرار اللي هيدي لفلسطين حق الممارسة الكاملة بصفتها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لأنه إحنا داعمين لحل الدولتين خد بالك من الكلام يبدو عكس بعضه هقولك ليه استخدمت مصطلح يبدو يبدو عكس بعضه ليه؟ هو بيقولك لو تعرض المشروع على مجلس الأمن هرفض بس أنا داعم لحل الدولتين يعني أنت داعم لحل دولة فلسطينية وحل دولة صهيونية اللي اتنين هيعيشوا مع جنب بعض باعتبارهم دول جوار خلاص؟ شكرا